مجهز لأهم الأنباء أهلا بكم أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا اليوم عن حادثة على بعد 57 ميلا بحريا غرب ميناء الحديدة كما قالت إن الانفجار واقع على مسافة بعيدة عن ميمنة سفينة تجارية غربية الحديدة مبينة أن الطاقم والسفينة بخير ونصحت الهيئة البريطانية السفنة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاطات مثيرة للريبة وفي وقت سابق أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الولايات قصفت ما يصل إلى عشر طائرة مسيرة في اليمن كانت معدة للإطلاق وقالت في بيان إن الضربات استهدفت محطة تتحكم أرضية للطائرات المسيرة تابعة للحوثيين وعشر طائرات مسيرة أخرى شكلت تهديدا وشيكا لصفن التجارية وسفن القوات البحرية الأمريكية في المنطقة وفي بيان منفصل أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن سفينة حربية أمريكية أسقطت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون من مناطق سيطرتهم إضافة إلى ثلاث طائرات مسيرة إيرانية في خليج عدن أعلنت جماعة الحوثي أنها استهدفت سفينة تجارية أمريكية كانت متاجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة بعدد من الصواريخ البحرية أكد المتحدث العسكري باسم الجماعة في بيان أن الهجوم استهدف السفينة الأمريكية كول ما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر وأضاف أن هذه العملية تأتي بعد ساعات فقط من استهدف القوات البحرية للمدمرة الأمريكية غريفلي في البحر الأحمر ولاحقا أعلنت جماعة الحوثي أن القوات الأمريكية والبريطانية شنت فجر اليوم عددا من الغرات على محافظة الحديدة الساحلية أفاد سكان محليون بسماع دوي انفجارات عنيفة في منطقتين الجبانة وكيلو 16 للطيران الحرب في أجواء المدينة وفي وقت سابق أعلنت الجماعة أن القوات الأمريكية والبريطانية شنت عددا من الغرات على محافظة صعدة ونشرت صورة للانفجارات النتيجة عنها قال مسؤولون هنود إن بلادهم نشرت ما لا يقل عن 12 سفينة حربية قرب البحر الأحمر لتوفير الحماية من القراصنة وقامت بالتحقيق مع أكثر من 250 سفينة وزورق ولم تنضم الهند إلى قوة المهام التي تقودها الولايات المتحدة في البحر الأحمر وليس لديها أي سفن حربية هناك لكن المسؤولين قالوا إن لديها حاليا سفينتان حربيتان في خليج عدن وما لا يقل عن عشر سفن حربية في شمال وغرب بحر العرب إلى جانب طائرة استطلاع نهاية الموجز إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر